طيب تعالوا نروح لزميلنا كريم أحمد من ملعب مباراة ملعب الأهلي وي السلام ونشوف آخر الأخبار عنده قبل موعد انطلاق المباراة اتفاضل يا كريم برحب بيك طبعا كابتن لكي بيك كابتن أي من شوق كل التحليك والنجوم للستوديو التحليلي وجمهور النادي الآلي في كل مكان نهاردة مباراة بالتأكيد مباراة غاية في الأهمية كعادة كل مباراة للنادي الأهلي يمكن البداية موفقة للجميع الحقيقة شايفين منافسة قوية جدا ويمكن كمان واضح ان بطولة الدورة يكون فيها مباراة صعبة جدا لكل الفرق فبنتمنى ان شاء الله تفضل المستوى اللي احنا شايفينه في بطولة الدورة العام وتحديدا كمان بقى مع العيبة النادي الآلي بعد الأداء الرائعة والمميز في المباراة الأولى اللي يمكن بالتأكيد زي ما انتم طبعا كل نجومنا طبعا بتنايش هذا الأمر وبتتكلم على ندير السالة مهم جدا والأهم من الاستمرارية كابتن أي من انت عارف طبعا الاستمرارية وجمهور النادي الآلي طماء عايز كل مباراة تكسب سكور وتكسب بأداء لكن طبعا كل مباراة ليها ظروفها وليها طبعا مستوى طبعا الفني لكن بشكل عام النهاردة استعدادات قوية جدا لفريق النادي الآلي كان ختمها امس على استهد مقترد تيتش تدريب اخير الرجل الحقيقة مع التوليف المميزة مع السكواد الرائع والمميز جدا مع فريق النادي الآلي وبيتسو مسماني تحديدا الحيرة مميزة جدا والحيرة امر مهم جدا وامر مفيد الحقيقة لعبة النادي الآلي والنادي الآلي بشكل كامل احنا ممكن عارفين محمد شريف ما كانش بيلعب فرود اكتشف طبعا في مركز الفرود وبيؤدي اداء مميز جدا بيرسيتا والحقيقة كمان اللي اضافة مميزة جدا الراجل مش مكانه لكن هي توليفة وكمان لعبة النادي الآلي كانت مذكرة كويس جدا وكانت تركيزهم كبير جدا عشان تنجح خطة واداء وتشكيل زي الحقيقة اللي كانت مع بيتسو مسماني في المباراة الأولى مباراة طبعا اليوم هي مباراة للبنك الآلي احنا متوجدين في استاد الاهلي ويقال السلام تعرف طبعا استاد على اعلى مستوى ارضية الملعب حاجة مميزة ورائعة جدا تطوير مميز جدا ويمكن كمان بتفتح نفس اللعيبة كابتن ايمن انت عارف طبعا وكل كابتنا الكبار الملعب والشكل العام بيكون رائع ومميز جدا بتدي دفعة كبيرة وبتخلي اللعيبة عايزة تاكل نجيلة بلغة الكورة بجانب طبعا الحمل الكبير والضغط الكبير من جمهور النادي الاهلي الضغط المشروع زي ما احنا عارفينا كابتن ايمن طبعا جمهور النادي الاهلي النهاردة متواجد فيها المدرجات وده امر كنا بنتمنى وبنأمله من سنين الحقيقة ان احنا نشوف جمهورنا اعداد بيكون قليلة لكن هتافة بيكون مؤثر جدا ومع جمهور النادي الاهلي امر بيكون مختلف جدا ان شاء الله النهاردة بالتأكيد بإذن الله بنتمنى الفوز لفريق النادي الاهلي الأداء طبعا على حسب قصير المباراة لكن وانا معاك كابتن أيمان دلوقتي تشكيل لفريق النادي الأهلي الحقيقة يمكن أبدأ معاك اللي النهاردة مش هنقول بالترتيب لأن لسه التشكيل الحقيقة جاية كابتن أيمان طبعا حمدي فتحي، أيمن أشرف، بدر بنون علي لطفي، عمر السلية محمد مجدي أفشا علي معلول، بير سي تاو أكرم توفيق لويس ميكيسوني ومحمد هاني نقول التشكيل مرة تانية كابتن أيمان طبعا محمد هاني، لويس ميكيسوني أكرم توفيق، بير سي تاو علي معلول، محمد مجدي أفشا عمر السلية، وعلي لطفي بدر بنون، أيمن أشرف وحمدي فتحي، يمكن طبعا نفس التشكيل طبعا نقول طبعا بس هي تغيير الدينك بأكرم توفيق ويمكن كمان أكرم من اللي هو داخل في نص الملعب وها محمد هاني، إن شاء الله بإذن الله يكون التشكيل ده موفق لفريق النادي الأهلي لكن كمان نذكر جمهورنا وأقول لكم كمان أيضا الإحتياطي الخاص بفريق النادي الأهلي ياسر إبراهيم على دكة البودلاء محمود عبد المنعم كهرباء حسام حسن محمد شريف وحسين الشحات وكريم فؤاد وأيضا كمان مصطفى أحمد عبد العز هو مصطفى شبير وأحمد عبد القادر وعمار حمدي يمكن ده التشكيل والإحتياطي الخاص بفريق النادي الأهلي نتمنى إن شاء الله التوليفة أو الاختيار الخاص ببيتس المسلمين النهاردة يكون أداء ومثمر جدا في الملعب ونقدر إن شاء الله نحصد ثلاث نقاط عاود لك من جديد والكابتن أيمن شاول شكرا جزيلا زميل العزيز كريم أحمد ومن كريم سنروح لزميلنا شريف شعبان ونشوف آخر أخبار نادي البنك الأهلي فاضل شريف تعاتي لك كابتن أيمن ولديوفق ولكل متابعي ومشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان مباراة الأهلي والبنك الأهلي في التامنة مساء على استياد الأهلي والسلام يا رب بإذن الله يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الأهلي ونفوز على فريق البنك الأهلي يمكن فريق البنك الأهلي والكابتن خالد جلال حذر من خطورة النادي الأهلي وحذر من خطورة برستاو وميكو سوني وقال اللعبته لازم في أول تلت ساعة نحافظ على نظافة شبكنا ونحاول نعمل تكتل دفاعي النهاردة كابتن خالد جلال طبعا هلعب بتلاتة أربعة تلاتة وهيبدأ اللقاء متحفز إلى بعض الشيء خلينا أقول لك أن فريق البنك الأهلي يمكن تعاقد مع حوالي تمن الصفقات أبرزهم هلال ويعقوبه أسامة فيصل وطبعا أعارة نجم من نجوم الأهلي شادي ردوان النهاردة طاقم التحكيم حكم ساحة محمود عشور مساعد أول شريف عبدالله مساعد ثاني أحمد لطفي حكم رابع محمد التابعي حكم فيديو عبدالعزيز السيد مساعد فيديو حمادة القلاوي يمكن التشكيل الآن وصل حالا كابتن أيمان فريق البنك الأهلي يعقوبه هيكون موجود محمد فتح هيكون موجود محمود سيد أحمد أحمد محمد جمال أحمد بسيوني عاصم صلاح أحمد محمد سعيد محمود أحمد الزنفلي فادي فريد أمير متحة محمد هلال أحمد إبراهيم ياسين زي ما قلت لك كابتن أيمان أني النهاردة الكابتن خالد جلال هيلعب بتلاتة أربعة تلاتة الحضور الجماهيري يمكن على شمالي جماهيري نادي الأهلي حوالي خمسمائة متفرج والنهاردة ناقل التلفزيوني بحوالي إتناشر كاميرا يا ربي بإذن الله النهاردة التوفيق يكون مع نادي الأهلي ونفوز على فريق البنك الأهلي يعود لكم جديد كابتن أيمان بالفضل